قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة تشكل عقبة أمام حل دولتين للصراع الفلسطيني الصهيونية المصمري منذ عقود وانتقد عباس في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه مجموعة شاينة ميديا الخميسة تطبيق الإدارة الأمريكية الزواجية المعايير في القضية الفلسطينية الحقيقة أنه فعلا طرح حل الدولتين منذ عقود على المستوى الدولي وقبل هذا الحل حتى من قبل الإسرائيليين الإسرائيليين يتكلمون عن الدولتين ولكن لا يطبقون هذا والحقيقة أيضا أن أمريكا هي التي تقف في وجه حل الدولتين لأن أمريكا لو أرادت أو قبلت بحل الدولتين فإن الأمور ستمشي كثيرا إلى الأمام ومع ذلك نحن لن نيأش ولن نحبط وعندنا أمل كبير بأن العالم سيفرد حل الدولتين في أقرب وقت ممكن